السلام عليكم شوف ليه النهار قاعدين يتكلموا على الإسلام والمسلمين ويهدموا الإسلام والمسلمين ويقولك هنمنع اسمها أحمد آل من أمريكا وحنمنع أل الله بالحلال وإذ بها سبحان ربي العظيم تنقلب عليهم الآية والفكرة وإذ بها في أمريكا يا إخوة في البيبي سي نيوز أكبر جريدة بإنجليزية بريطانية ناطقة بالعرب في العالم كله أمريكا نفسها في ولاية يوتا تحضر الإنجيل وتحضر الكتاب المقدس طبعا هنعرف ليه أنا مش عايزك تستعجل خالص في الحلقة دي لأن في مصادر كتير وفي اعترافات من زكريا بطرس وغيره والكلام هيحلو على البيبي سي نيوز أكبر جريدة بريطانية ناطقة بالعرب في العالم الكتاب المقدس في ولاية يوتا الأمريكية مدارس في ولاية يوتا تحضر الإنجيل روسيا اليوم أكبر موخع وجريدة وقنافضائية روسية ناطقة بالعرب في العالم كله تقول لك ولاية يوتا الأمريكية تحضر الكتاب المقدس من المدارس بسبب المحتوى العنيف هو في حاجتين إن فيه كلام أبيح وإن فيه حسب ما يقولون وإن فيه عنف هنعرف الكلام ده مع بعض بس نسمع زكريا بطرس وطبعا نشكر ربنا ونشكر ربنا أن هما كانوا أمناء أو أن هما يكتبوا الكلام ده كله عشان يفضح الدنيا يفضح الدنيا بس اللي يقرأ ولي يشوف أحسنت أحسنت وإنتوا فاكرين دي النقطة الأولى لا الكلام اللي إحنا هنقوله وحنجيبه بعد هذا المقطع فيه كلام هيبقى للكبار فقط فهنضطر إن إحنا نقول زكريا بطرس الكلام اللي هنقوله إيه من التنبيهات أقول أن هذه الملاحق الحلقة أي أيوة الأحباء الأجلاء أيوة هي للكبار فقط بس الكبار أيوة لا وللرجال فقط فأرجو من عطلكم من مشاهدة حتى لا تتلوس أفكارهم بهذه القباحات أحسنت كما أرجو أن السيدات الفضليات من فضلكم لا يشاهدنا هذه الحق حاضر عشان أنا مخجلش من الكلام كلام عن هذه البداءات طيب يا أكارم بداية الأمر ليه المدارس الأمريكية منعت وحضرت الكتاب الذي يدعون قدسيته كتاب زكريا بطرس بقول لك تخلصت السلطات التعليمية في ولاية تيوتا الأمريكية من نسخ الكتاب المقدس تخلصت منها في المدارس الإبتدائية والمتوسط ليه بسبب وجود محتوى عنيف وغير لائق وتأتي هذه الخطوة بعد شكوة في أحد أولياء من أحد أولياء الأمور بأن طبعة الملك جيمس الكتاب المقدس تحتوي على مواد غير مناسبة للأطفال وأصدرت حكومة تيوتا قانوناً عام 2022 يحضر الكتاب الكتب ليه منعوا الكتاب بتاعهم من المدارس قال لك لأنهم حملوا قانون يحضروا القتب الإباحية أو الغير لائقة في المدارس طبعاً لو سمحتم أنا عايزكم كلكم تخشوا وترجعوا المقال بنفسكم من البي بي سي كذلك جاء روسيا اليوم نفس النظام أو نفس القصة وفقاً لشبكة بي بي سي تأتي أن هذه الخطوة بعد شكوى أحد الوالدين أن الكتاب المقدس نسخة يحتوي على مواد غير مناسبة للأطفال ويحتوي على الابتذال والعنف غير المناسب للأطفال وعبل ما نبدأ الكلام الطاهر لازم 3 حكات تهتم بيهم اعمل لايك للفيديو ومشاركة للفيديو في المجموعات واشترك في القناة والصفحة عشان وصلك كل الجيد واللي عايزت عننا رابط والبي بال في وصف الفيديو وما تنسوش زيكو بيقول من التنبيهات ايه اقول أن هذه الملاحقة الحلقة ايوه ايوه الأحباء الأجلاء ايوه هي للكبار فقط مش بس الكبار ايوه لا وللرجال فقط ونسمع مع بعض بإذن الله ماذا قال اله زكريا بطوس فأم زكريا بطوس سفر حسقيان اي الأصحاح الثالث والعشرون وكان إلي كلام الرب قائلا يا ابن آدم كان امرأتان ابنتا أم واحدة وزنتا بمصر في صباهما زنتا هناك دغضغت سديهما وهناك تزغزغت طرائب عذرتهما أم زكريا بطوس واسمهما أم زكريا بطوس وأم زكريا بطوس وكانتا لي وولدتا بنينا وبناتا ولم تترك زناها من مصر أيضا أم زكريا بطوس لأنهم ضاجعوها في صباه وزغزغوا طرائب عذرتها وثكبوا عليها زناها لذلك سلمتها ليدي عشاقها ليدي بني أشور الذين عشقتهم هم كشفوا عورتها أخذوا بنيها وبناتها فلما رأت أختها أهليبة ذلك أم زكريا بطوس أسدت في عشقها أكثر منها وفي زناها أكثر من زنا أختها أم زكريا بطوس عشقت بني أشور الولاة والشحنة الأبطال اللابسين أفخر لباسا أنت فكر أمه كده خلصت ده بيقولك بعتت جوابات تجيب ناس عشاء أجانب من بلاد تانية من بلاد برة عشان يعملوا مع هالطهارة ورا العمارة فأتاها بني بابلة في مضجع الحب ونجسوها بزناهم فتنجست بهم أم زكريا بطوس وجفتهم نفسها وكشفت زناها وكشفت عورتها فجفتها نفسي كما جفت نفسي أختها وأكثرت زناها بذكرها أيام صباها التي فيها زنات بأرض مصر أم زكريا بطوس في أرض مصر فتحها مخور هي ومجي خراء يعني وعشقت معشوقيهم الذين لحمهم كلحم الحمير ومنيهم كمني الخيل يعني تخيل أم زكريا بطوس ومجي خراء مدمنة مني خيل عياذا بالله وافتقدت رذيلة صباكي مين بزغزغت المصريين كله إلا مصري لأجل ثدي صباكي إلا المصريين إنسى إنسى إلا المصريين عرفتم ليه جماعة الخير يوتا في أمريكا تركت ومنعت الكتاب المقدس لأجل ذلك يا أهليبة هكذا قال السيد الرب فأنا ذا أهيج عليك عشاقك الذين جفتهم نفسك وآتي بهم عليك من كل جهة دا بداية يسألوني ويقولولي ليه ليه أنت بترد على المتطولين على الإسلام ما لأنهم تطاولوا على الإسلام أنت تعرف زكريا بطوس بعد هذا الهراء بيقول علينا إيه بيقول علينا مساكين إن إحنا ما بنأمنش بواحدة فتحت رجليها وعملت في المصريين أنا عارف أن إنت مش مصدقني اسمع كده إبن أهوليبة مساكين غلابة أصبح رحلة عبارة ناس غلابة ربنا يرشدهم ويديهم وينور عناهم ويأمنوا باللي فتحت رجليها وعملت في كل المصريين والمصريين عملوا فيها على الحقائق عشان خاطر يشوف مساكين غلابة صريحة عبارة ناس غلابة ربنا يرشدهم ويديهم وينور عناهم على الحقائق عشان خاطر يشوفوا الطريق الحقيقي والنعمة والخلاص في الدغدغة والزغزغة أمين يا رب أمين في اسم يسوع لا أنت فكر كده خلصنا لا ده إحنا لسه بنبدأ إحنا لسه بنقول يا هادي لأن كل اللي معنا إيه عبارة عن نصوص لماذا رفضوا هذا الكتاب نقول أول شيء هذا الكتاب للايه أو الكلام ده للايه من التنبيهات أقول أن هذه الملاحقة الحلقة أيها الأحباء الأجلاء هي للكبار فقط اللي بعد سفر حسقيات الأصحاح السادس عشر الرب المقدس في هذا الكتاب بيقول إيه عن أم زكريا بطوس وخرج لك اسم في الأمم لجمالك ماشي لأنه كان كاملا ببهاء الذي جعلته عليك يقول السيد الرب يبقى المفروض اللي جاي كلام مين فاتكلت على جمالك وزنيت على اسمك يا أم زكريا بطوس يا أم زكريا بطوس وأخذت من ثيابك وصنعت لنفسك مرتفعات موشات وزنيت عليك يا شوف عمالة بتعمل لنفسها قباب كده وتوح تزني عليها دي مين أم زكريا بطوس مش تغلط في مش غلط في الإسلام مش بتغلطوا في الإسلام تحملوا باجر لكم من آلام بالكلام والله لو لا تطولهم على الإسلام ما فعلت فيهم كده ما كانش دي علاقة بيهم بس غلطوا في ديني يتحملوا ما يجر لهم من آلام أمر لم يأتي ولم يكن وأخذت أمتعة زينتك من ذهب ومن فضتي التي أعطيتك يوم زكريا بطوس اسمع وصنعت لنفسك صور ذكور وزنيت بها بالله عليك بالله عليك عرفت ليه منعوا في أمريكا حفظ الكتاب بقولك أم زكريا بطوس وماجي خراء عملت لنفسها صور ذكور وزنت بيها انت تفهم ايه شوف انت ده كلام رب ده كلام مين ده كلام رب زكريا بطوس تخيل بقى زكريا بطوس بيقول علينا احنا مساكين وبيشتمنا للنهار بسبب هذا بسبب ان احنا ما بنؤمنش بهذا الكلام زيكو بيقول علينا ايه العمياء والجاهلة واسرى إبليس خاصة من اخوانا المسلمين الضالينة والمضللين المخدوعين والخادعين بقى يا ابن اللي عملت لنفسها صور ذكور وزنت بيها احنا اللي ضالين مضللين يا ابن من فرجت رجليها الكل عابر احنا اللي ضالين ومضللين واخذت ثيابكي المطرزة ايه وغطيتها بها ووضعت امامها زيتي وبخوري ايه وخبز الذي اعطيتكي السميذة والزيتة والعسل الذي اطعمتكي ايوه وضعتها امامها رائحة سروري اسمع في رأس كل طريق بنيتي مرتفعتك يا ام زكريا بطرس ورجستي جمالك وبعدين عملت ايه ام زكريا بطرس من اخر ما اتحبلت تخيل بقى زكريا بطرس بيقول علينا ضلين ومضللين وخدعين ومخدعين ومسكين مسكين المسلمين ليه ما بيؤمنوش بهم مو اللي فتحت رجليها الكل عابر في كل حتة يا لده ده امريكا اللي فجر امريكا اللي الدعارة فيها برخصة برخصة سحبوا كتبكو يعني انت متخيل بقولك بلد الدعارة فيها مسموحة برخصة واحدة ختمة كده سحبوا كتبكو وشافوها ان هي غلط على البشرية وغلط على الاطفال المعدية بعدية من اي حتة تيجي انت تتكلم عن الاسلام يا عبد الظلام يخرب بيتك يا زيكو وبيت اللي تاخد من الرومان ورجستي جمالك وعملت ايه وفرقتي رجليكي لكل عابر واكثرتي زناكي لا يا زكريا شوف حل لامك دي اسيب وزنيتي مع جيرانكي بني مصر الغلاظ اللحن برضو برضو مصممين برضو يسيقوا لأهل مصر في هذا الكتاب الذي يدعو لك أنا مش عارف ايه علاقة مصر كل شوية جايبينها وحطينها في الكتاب ده كل شوية عمان يتكلموا عن مصر يغلطوا فيها في الكتاب أنا بجد بصدق بصدق يعني بصدق أنا بوجه دعوة للمصريين يرفعوا قضية على هذا الكتاب انه اساء له تخيل انت مسلم لما يكون مثلا في امريكا اي امريكا او اي دولة اوروبية على فكرة امريكا او اي دولة اوروبية عندهم الجنس ده حاجة مقدسة بالنسبة لهم ما فيش اي اشكال عندهم يعني عندهم فوق العادي كمان فوق العادي بل فوق الايه المطلوب والمباحة لدرجة ممكن يعملوا مدارس كاملة لهذا الامر ماشي ماشي تخيل انت ما يكون في ناس مبنية عقدتهم او فكرهم على الجنس وفتحوا الكتاب ده ويسمعوا عن المصرين هذا الكلام ايه فكر هذا الشاب ولا الشابة ولا الرجل ولا المرأة صدق مش يمكن يكون في اوروبا المصريين مطلوبين بسبب الكلام ده ان سرتهم هناك سرتهم هناك اخوة واسعة اوي واسعة اوي تخيل كل شوية المصريين اللي عملوا المصريين اللي عملوا سووا تبدأ ده مش مش سبق قذف كل المصريين ولا انا غلطان ولا انا بقلّف مش ليهم حق يرفعوا قضية على هذا الكتاب تخيل برضو انت لما يكون في بناتي اللي يقروا الكلام ده هيعملوا ايه المفروض حيبوا الحجزة على المصريين بالدور عرفتم ليه سحبوا هذا الكتاب من المدارس لسه التقيل جاي وار احنا لسه بنسخ اللواتي يخجلنا من طريقك الرديد ماشي ها وزنيتي مع بني اشور شبعتي اذ كنت لم تشبعي فزنيتي بهم ولم تشبعي ايضا يا ام زكريا بطرس ويا مجي خراه وكثرت زناك في ارض كنعان الى ارض الكلدانيين شبعتي وبهذا ايضا لم تشبعي ما امرض قلبك يقول السيد الرب سيد الرب شفتوا كلام كلام مين يا جماعة الخير كلام الرب انا عايز الاخوة تسمع كويس اوى اوى اوي ماذا قال زكريا بطرس عن نشيد الانشاد عشان بعد كده اعرض لكم مقتطف من نشيد الانشاد ونأتي الى النقطة الثانية وهي ايوه علاقة عفيفة هات من الاتهامات الموجهة لسفر نشيد الانشيد انه غزل فاضح لا يليق بكتاب موحى به من الله صحيح غزل فاضح لا 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 اشتفانوا مع بعض المستمعين هم الحكم ان كان غزل فاضح وجنس ام لا وما يسميه المعترضون انه غزل فاضح انما نشأ عن قصور فهم المدلول السامي سامي سامي ده سامي يتبرى منكو للعلاقة العفيفة بين النفس البشرية وخالقها يبقى انشيد الانشاد علاقة بين مين بين النفس وخالقها بين النفس العروس وخالقها هو العريس التي هي موضوع هذا السفر المقدس ماشي والواقع ان الاقتراب من سفر نشيد الانشيد يشبه الاقتراب من الشجرة المشتعلة بالنار اخاف انا بقى كده يعني اخاف انا ايه الهطل ده الاقتراب من النشيد الانشاد يبقى يشبه الشجرة المشتعلة بالنار هتولع فيه للاكارم انا هشغل اصحاح واحد فقط اصحاح سبعة اما باقت تمن اصححات ما هم تمن اصححات انا هشغل سبعة بس انت بعد كده بقى راجع معايا او راجع ورايا النشيد الانشاد وشوف بنفسك انت ده كلام فاضح ولا مش فاضح بيقول رب زكريا بطرس لمراته رب زكريا بطرس بيقول لمراته الاصحاح السابق او لعروسك ما اجمل رجليك بن عليني يا بنت الكريم بوائر فخذيك مثل الحلي صنعة يدي طناعن سرتك كأس مدورة لا يعوزها شراب منذوق بطنك صبرة حنطة مسيجة بالسوسن نحن تدياك كخشفتين توأمي ضبيط اما حاجة سدياها عنك صبرة حنطة مسيجة بالسوسن سدياك كخشفتين توأمي ضبيط عنقك كبرج منعاجم عيناك كالبرك في حشبون عند باب بث ربيم أنفك كبرج لبنان الناظر تجاه دمشق حصل رأسك عليك مثل الكرملي وشعر رأسك كأرجوان ملك قد أسر بالخصلي هل في لذات؟ هل الكلام في لذات يا زيكو؟ ما أجملك وما أحلاك أيتها الحبيبة باللذات بيكلم عرصته مش مراته ما دخلوش مش مراته بيكلم واحد عشقته يعني بالآخر قامتك هذه شبيهة بالنخلة وثبياك بالعناقيد قلت أني أصعد إلى النخلة وأمسك بعض ذوقها وتكون ثبياك كعناقيد القرميس ورائحة أنفك كالتفاح وحلقك كأجود من التنبيهات أقول أن هذه الملاحقة الحلقة أيها الأحباء الأجلاء هي للكبار فقط مش بس الكبار لا وللرجال فقط فأرجو منع أبطالكم من مشاهدة بس إحنا بصراحة نشكر ربنا أنه كتب الكلام ده وخلى ناس تقرأ وتفضحك يا زكري ونشكر ربنا أنه هما كانوا أمناء أو أنه هما يكتبوا الكلام ده كله عشان يفضح الدانية يفضح الدانية بس اللي يقرأ ولي يشوف هو أنت فاكر إن إحنا خلصنا لسه فش على القتل الكتاب الوحيد على وجه الأرض الذي أمر بقتل الأطفال والنساء والرضع سفر حسقيات الأصحى حكاسة وصرخ في سمعي بصوت عال قائلة قرب وكلاء المدينة كل واحد وعدته المهلكة بيده وإذا بستة رجال مقبلين من طريق الباب الأعلى بيطلع لك بعض العالي يقول لك لا هذا الأمر بقتل الأطفال مش من أوامر الرب طب اسمع وقال له الرب الرب اعبر في وسط المدينة في وسط أوروشالين وسم سمة على جباه الرجال حط علامة الذين يأنون ويتنهدون على كل الرجاسات المصنوعة في وسطه ويعمل وقال لأولئك في سمعي الرب يعني اعبروا في المدينة وراءه واضربوا لا تشفق أعينكم ولا تعفوا الشيخة والشابة والعذراء والطفلة والنساء اقتلوا للهلاكة فيه كلام أوضح من كده ليه؟ أمريكا منعت الكتاب لا تشفق أعينكم ولا تعفوا لا تشفق ولا تعفوا الشيخة والشابة والعذراء والطفلة والنساء اقتلوا للهلاكة واضح شفق أعينكم ولا تعفوا الشيخة والشابة والعذراء والطفلة والنساء اقتلوا للهلاكة الكلام ده واضح ولا محتاج لفه ضح؟ محتاج نلفه وانظور الكتاب الوحيد الذي امر بقتل الاطفال انت فاكر ان احنا خلصنا؟ لا سفر صموئيل الاول الاصحاح الخامس عشر وقال صموئيل لشاول ايايا ارسل الرب لمسح كملكا على شعبه اسرائيل ماشي والان فاسمع صوت كلام الرب الرب هكذا يقول رب الجنود اني قد افتقدت ما عمل عماليق باسرائيل حين وقف له في الطريق عند صعوده من مصر امر ايه بالرب بقى لان اذهب واضرب عماليق وحرموا كل ما له ولا تعف عنهم بلقتل رجلا وامرأة طفلا ورضيع بقرا وغنما جملا وحمارا ولا تعف عنهم بلقتل رجلا وامرأة طفلا ورضيعا بقرا وغنما جملا وحمارا ايلا احنا قلنا من شوية كتاب زكريا بطرس لذلك منع وهذا الكتاب من امريكا انه امر بقتل الاطفال لا في حاجات اصعب امر بقتل الجمل والبقر والغنم والمعيز ايه ده بتعرف انا كنت بنظر احد خدام الكنيس الكبار على البلتوك عارف لما قلت له ايه زنب البقر والغنم والمعيز والحمير عشان يتقتلوا من امر ربكم بقول له اصلا عمليق قنا ببعالوا فيهم الفحشة بيقول لي كان عمليق بيمارس فيهم الجنس يخرب بيتك يخرب بيتك يعني اسأتوا للانبياء واتهمتهم في شرفهم واسأتوا للبشر وسأتوا للرسل واسأتوا للرب نفسه حتى البهايم ما رحمتهمش وطعنتوا في شرفهم حتى البهايم فقلت له فين الدليل ان عمليق قنا بيفعله الفحشة في البهايم قال لي لا هو كده هو فيه دليل كده اتعف عنهم بلقتل رجلا وامرأة نعم طفلا وراضيع بقرا وغنما جملا وحمارا وفي سفر العدد اصحح واحد وتلاتين وكلم الرب موسى قائلا ايوه انتقم نقمة لبني اسرائيل من المديانيين عارفين هينتقم هيعمل ايه بلاش اقول انا هيعمل ايه العدد 17 فالآن اقتلوا كل ذكر من الاطفال وكل امرأة عرفت رجلا بمضاجعة ذكر اقتلوها فالآن اقتلوا كل ذكر من الاطفال وكل امرأة عرفت رجلا بمضاجعة ذكر اقتلوها بالله عليكم لما مدارس امريكا تلاقي الكلام ده في ايد الاطفال باللفز 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 بيقول في كل العيال كل الاطفال حتى باللفز لما بيجي يقولك القتال في الاسلام عمرك في حياتك يمر معاك ايه بتقول اقتلوا كل ذكر من الاطفال لا والله ما في عندنا ده في عندنا رحمة حتى بالكفار احنا في عندنا ايه واضحة جدا وان احد من المشركين واحد مشركه باللفز استجارك فاجره حتى اسمع كلام الله انت اللي تحفظه انت اللي تحميه انما ده بيقولك ايه انت لحتى الاطفال حتى الاطفال لا والايه بقى وكل امرأة لا معرفة رجل بمضاجعة ذكره انا سألت حسين لحوة لمستضيفه زكريا بطرس بقول له هيعرفه منين جنود الرب بتاعك ان المرأة دي ما مارستش الجنس مع واحد بقول لي ما هم هكنا عارفين المتجوزين لا النص بيقول كده كل امرأة عرفت رجل بمضاجعة ذكر الزانية عملت كده وممكن ما تكونش معروفة ان هي زانت اي بيت مشت في الحرام هيعرفه منين كشفوا عذرية بقى شوف بقى كام الف بيت حيجبوها يكشفوا عذريتها يا خبى رب يضع الكلام الان اقتلوا كل ذكر من الاطفال وكل امرأة عرفت رجلا بمضاجعة ذكر اقتلوها لو الكلام ده كان في القرآن كانوا عملوا فينا ايه لكن جميع الاطفال من النساء اللواتي لم يعرفنا مضاجعة ذكر سيبوهم سيبوهم بصراحة احنا نشكر ربنا ان الكلام ده كتب عشان لما نسمع نقول الحمد لله على نعمة الاسلام ونشكر ربنا ان هما كانوا امناء او ان هما يكتبوا الكلام ده كل عشان يفضح الدنيا يفضح الدنيا بس اللي يقروا اللي يشوف الله يفضحك يا زكريا بطلس كمان وكمان المسيحية فاشلة ديانة فاشلة المسيحية هي الانحلال المسيحية هي الانحلال المسيحية هي عبادة بشر يا رب خلص ايه افضل طريقة ما هو امري زكريا بطلس ده فين في امريكا محدش حيطوله ها ماجي اقرأ فين في امريكا محدش حيطولها غيره غيره رشيد فين في امريكا ولا فرنسا محدش حيطوله لكن لما يغلط في دين واطلع جبله بيقوله ايه من ثمار دينهم واقدر ما عنده واظهروا للناس واظهروا العوار للناس ساعتها يتأدب يا عباس كما يهاجموننا ليلة نهار بالكذب على ديننا نحن نرد عليهم ليلة نهار بعقيدتهم وكتابهم ولا نحتاج لنكذب عليهم الحلقة دي كلها عبارة عن ايه ليست كتاب مقدس انا قلفت من عندي حاجة اخترعت حاجة ام كل الكلام الموجود الان ما هو الا قارئ الكنيسة يقرأ لكم الكتاب يا رجل هو فيه بعد هو فيه بعد ان دولة كاملة دولة تشيل كتابكم من مدارسها يالا العار يالا ودولة مش مسلمة بيجي واحد يقول لي العالة زكريا بطرس وما يجي خرأ وغيره يعدوا لك دولنا المسيحية المتقدم متقدمت مين يا هلا ده اصدر لم يتقدموا الا بعد ان تركوا دينكم لو لانهم تركوا دينكم ما كانوش تقدموا والدليل اهوه الدليل الاخبار العالمية هو البي بي سي ده بتاع والدي ولا والدتي ولا بتاع علتنا لا 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 والله بي بي سي جريدة بريطانية ناطقة بال ناطقة من بريطانيا بس بالعربي اهوه الدليل اهوه روسيا اليوم ار تي دي هي ببتاعتنا لا والله ما بتاعتنا هي ناطقة بلساركم وبدينكم وتتكلم عن اخباركم يا مسلم احمد ربك على نعمة الاسلام احمد ربك على عظمة الاسلام ولكل متطاول على الاسلام والله والله ستفعل ما تفعل وتدفع ما تدفع وتقول ما تقول وتهاجم الاسلام كما تهاجم وتهاجم الرسول عليه الصلاة والسلام كما تهاجم انت يا زكريا بطرس او ماجي او اي منصرا ما وستلقون انتم وعقيماتكم في زبالة التاريخ ولا كرامة وسيبقى دين الله وسيبقى الاسلام والله اكبر والعزة لله وليس للمقبور المصطوب على قفاه السلام عليكم اذا اعجبك الفيديو يا ريت مشاركة الفيديو على الفيسبوك ومجموعات الفيسبوك طب لو انتشايفوا على اليوتيوب بيشاركوا على منتداك على اليوتيوب وقنوات اليوتيوب الناس اللي بتشتكيلي من عدم وصول البث المباشر لهم والفيديوهات اول بول في اليوتيوب والفيسبوك لازم يعمل اللي جاي ده ضروري جدا تعمل في اليوتيوب باشتراك بعد كده تفعيل الجرس وكذلك في التليفونات نفس النظام شاهد الفيديوهات كلها من هنا والبث المباشر من هنا طيب الفيسبوك لازم تعمل ده برضو في الفيسبوك بتعمل اعجبني وبعد كده بتعمل اعجبني مرة تانية بيطلع لك القيمة دي تخليها المفضلة وبعد كده المحتوى تخليه قياسي الفيديو كل الاشعارات فيديو بث مباشر كل الاشعارات بعد كده تحديث كده الغالبية العظمة من الفيديوهات فيسبوك ويوتيوب بحيوصلك اشعارات جديدة جديدة بيها طيب الناس اللي كلموني على دعم اعلانات ومحتوى القناة والصفحة ادي بيبال من هنا والباتريوم من هنا وفي الفيسبوك نفس النظام وهتلاقي في كل في اليوتيوب والفيسبوك في التعليقات لمن اراد دعم القناة والصفحة تيليجرام محمد نصيف المحاور وانستجرام محمد نصيف المحاور وكذلك تويتر ولا تنسون ولا تنسون من صالح دعائكم غفر الله لنا ولكم السلام عليكم